تواصلة مع احمد ما تجيب لنا رشة من الحاجات ديت عشان الهاتف لنا رشة على هوا كده عشان الناس نقول لهم مش يقولوا فيه تحدي اه ده التحدي هوت يا عم حط يا عم في ايه امسك يا عمر ادى الجلة هو التحدي بتعمل كده ايه كده كده وبعدها تنطق علبة المناديل وتشطر ده تعقق منديل يا عمر ادى المنديل اهو اهو بس شطر منديل ادى التحدي بتاعي يا جماعة ما هو القعدة في البيت حاجة اننا خلي بالكم ما بقاش ورانا حاجة غير القعدة في البيت حتى مرتضم سنة تخيلوا بقى لما انتم تبقى حلم حياتك ان الحياة ترجع طبيعية زي الاول حلم حياتك ان الحياة ترجع طبيعية زي الاول تناكف في الناس والناس تناكف فيك وتروح تشتغل وتبقى انت وزميلك ومين عمل الشغل ومين ما عملش الشغل يعني سبحانه 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 يغير ولا يتغير جبت الحاجة دولتك علام برح طيب ماذا الله ومساء سيدنا النبي ايوه لايف يا عمو عملنا التحدي انتبقى نحن بالهزر احنا دهت دخلنا في سباق التحدي دلوقت سيدنا النبي فاحمد فتحي خدوا بقى المفاجأة عشان محدش يقول لي ايه الحكاية ولا ايه الرواية احمد فتحي امير مرتضة ابلغ والده مرتضة منصور رئيس داد الزمال امير مرتضة ابلغ والده مرتضة منصور رئيس ناد الزمالك انه تواصل مع احمد فتحي امير مرتضة ابلغ ابوه اللي عادين مع مرتضة كلهم صحابه فبالتالي كلهم بيقولوني او حق ربنا يعني كلهم قالوا يا انكل الوقت امير قال ابوه انه تواصل مع احمد فتح وعدت حاج معه ويهزر معاه وقال له وكلام قلتولهم انت بتواصل معه تلفونيا ولا وجهة قالوا في الاخر ما نعرفش كلمة تواصلة معه دي مرتضة قال لهم امير ابني الباشا بن الباشا بيخلص فاحمد فتح ده اللي قالوا للناس بتاعته قال لهم بقى امير ابني مش دبلهم صنايع ولا دبلهم تجارة ده باشا بن باشا فعشان كده ولي بيخلص فاحمد فتح فمرتضة قالها على سبيل التفاخر مع الناس اللي قاعدة جنبه مع الناس حبيبه سوكم ان قلت ان هو قاعد في البيت وكلام منده وبينما عن صوته بورججاز لا بيتواصل مع الناس وبيخرج النادي وبيقعد مع الناس والنهاردة عمل فعل تاريخي على عكس كل ما تفعله الدول فصل كل الاجهزة الفنية اللي في النادي في كل القطاعات معادة الفريق الاول كورة وسلة ويد وطيرة الفريق الاول الباقي كله روح اللهم يعل سيادة الريس بدي دعم للناس وحكاية ورواية وروحوا لحقولكو اي حاجة في اي حتة تانية لكن في النادي لا مليش مالكوش مكان يعني يفصل 25 موظف والنهاردة يفصل كل الاجهزة الفنية عشرة على عشرة يا مرتضة فمرتضة هو اللي اصرب معلومة ان هو بيتفاوض مع احمد فتح زي زمان ما قلتلكم ان امير مرتضة ورى صور توقاع عبدالله السعيد للناس في الكافيات النهاردة بقولكو ان امير مرتضة ابو اللي بيقول ان امير باش ابني اتواصل مع احمد فتح طيب يبقى دا بيكمل المعلومة اللي عنده انكل ابو الماط اللي بقالها فترة ان سيد مارعي واحمد حزين ميدو حزين قاعدوا مع احمد فتح وبتاعة دا واحمد فتح قال لهم لا انا قاعد في الاهل وكلام مني طيب احمد فتحي عاوز ايه احمد فتحي عاوز يختم مسيرته مع النادي الاهلي احمد فتحي عاوز ايه تاني عاوز يتم تقديره ماديا ومعنويا تلاتة احمد فتحي اكبر من حسام عشور خايف يقعد فيقول له احمد متشكرين لك على كل اللي قدمته يا ابني ومع الف مليون سلامة انت اخرك معنا سنة ونسبة المشاركة والكلام بالشكل ده شوية حوادت خايف القاعدة مايبقاش فيها تقدير فعشان كده نادر شوقي ابلاغ امير توفيق قال له اقول لنا ايه الحكاية والرواية واحدة قد بيقول لي دا عقد احمد فتحي في الدركة على فكرة فيه ناس بتقول ان الكلام اللي كان كاتبه خالد الغندور ان صفقة سوبر 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 احمد فتح فيه ناس بتقول الكلام دا بل مش ناس يعني قال الكلام دا صديق العزيز احمد الخضري في برنامجه اهلاو زمال كاو على اليوتيوب هو صديق العزيز محمد القوصي ويتابعوا القناة دي قناة حلوة جدا 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 متشكرين لساز ياسين احمد ياسين احمد وكريم فليفل وحماد اسماعيل ايه وعا تكون حماد اسماعيل حبيب قلبي لا مش عايرف لو هو هيديني اشار فا احمد الخضري قال الكلام دا قالك ان هو اللي كان مضى الله اعلم بس انا ثقتي في احمد فتحي قبل ما يفصل كل طيب ان الكون كده من النهار دا او مبارح ان لا احمد فتحي ما يوقعش الا لو الاهل افل ابوابه قدام واحمد فتحي مش عاوز افل ابواب واحمد فتحي عاوز النادي الاهلي بس يجب على ادارة النادي الاهلي ان تحسن التعامل مع احمد فتحي ادبيا وماديا ومعنويا بما يتناسب مع تاريخه في النادي الاهلي بدأ موضوع احمد فتحي موضوع مين ويهه اغراءات الزمالك اللي كشفها مرتضة اللي كشفها مرتضة يعني انا لما بقول معلومة بقول مرتضة اللي قالها قالها للجماعة اصحابه قال لهم امير ابن الباشا ابن الباشا قال كده بالنص كده امير ابن الباشا ابن الباشا بيخلص في احمد فتح قال لي ناس من اصحابه هو عارف دايرة داية قدك ده واحد قال لي ممكن يبقى الواحد بيضيف جزء من الكلام ممكن يبقى الواحد بيضيف جزء من الكلام لكنه ده قال لك انه هو كمان ايه مرتضة قال للكلام ده طيب مرتضة في الوقت اللي بيتفوت فيه في الوقت اللي هو بيوقع مع البنك الاهلي وبنك مصر 15 مليون و 10 مليون و 20 مليون عدويات ولسه في 20 مليون عدويات تاني في بنك مصر بيفصل النهار ده كافة الأجهزة الفنية والإدارية والطبية في كل الألعاب الرياضية في كل الألعاب الرياضية مع هذا الفريق الأول سلة طايرة يد والفريق الأول كرة طبعا والباقي كله بره يا ولاد اللذين ما شافكوش في النادي تلك